بسم الله الرحمن الرحيم نتعلم في هذا المقطع كيف ممكن أحول هذا الانفوغرافيك إلى موشنغرافيك عن طريق الباوربوينت بهذا الشكل بداية نقوم بإدراج الصورة ثم نبدأ بإدخال الحركات من تبويب حركات نتأكد من فتح جزء الحركة هذا الجزء مهم عندنا نبدأ بإدخال الحركة من الأعلى هناك حركة تسمى مسح ولكن أختار من خيارات التأثير من الأعلى ثم الذي بعده نفس الحركة مسح والذي بعده مسح من الأعلى وأخيرا الجزء الأخير من الأعلى نبدأ بإدخال الأصوات أكتفي بإدخال الصوت على الحركة الأولى من خيارات التأثير أذهب إلى حركة المقطع الأول هذا من الرسمة ثم بالضغط على هذا السهم خيارات التأثير أجد الصوت هنا وأختار صوت من الأصوات مثلا صوت الريح أبدأ بإدخال الحركات على الأسهم أنشط السهم الأول ثم أيضا مسح ولكن من اليسار وهنا بالمقابل مسح من اليمين ثم أضع الصوت على الحركة من خيارات التأثير أيضا وأختار صوت أكون أدرجت أنا أو مسبقا في سطح المكتب مثلا هذا الصوت وأيضا على السهم الآخر وأخيرا يتبقى لدي النص أنشط النص ثم هناك حركة جميلة هي تكبير تصغير أيضا النص الآخر تكبير تصغير نبدأ بإدخال الصوت هذه الحركتين الأخيرتين هي الخاصة بالنص من خيارات التأثير أذهب إلى آخر القائمة صوت آخر لآتي بالصوت من سطح المكتب عندي الصوت هنا والصوت الآخر بنفس الطريقة يكون قد أدرج في القائمة أبدأ بتشغيل الفيديو الآن أو عفونا العرض طبعا أستطيع وضحه تلقائي أعود قليلا أقوم بتحديد جميع الحركات بالضغط على زر الشفت ضغطها مطولة ثم بالسهم السفلي أكون قد حددت جميع الحركات أستطيع من هنا اختيار بعد السابق أبدأ بتشغيل العرض الآن طبعا الحركة سريعة يمكن أن نزيد مدة التأخير خصوصا في النص ويمكن أن أعيد مرة أخرى التحديد على جميع الحركات ومن المدة الموجودة هنا أزيدها مثلا نلاحظ الفرق أو يمكن تسريعها قليلا أتوقع دقيقة تكفي هكذا أفضل الآن يتبقى لي أن أحفظ هذا العرض على شكل فيديو من ملف حفظ باسم ثم أذهب إلى سطح المتب مثلا من حفظ كنوع أختار Windows Media Video أنتظر ريسما ينتهي هذا العدد والآن أبدأ بتشغيل الفيديو ها قد انتهى وقت الفيديو طبعا إذا لاحظت أن الحركة سريعة وأردت أن أطيل حركة بقاء الشكل قبل انتهاء الفيديو أتحكم فيه من انتقالات انتقالات تقدم تقدم بالشريحة بعد أحدد هنا مدة بقاء الشريحة كما يمكن حفظ هذا العرض بصيغة أخرى وهي in before ونجده في نفس القائمة ننتظر العداد السفلي ريسما ينتهي ونلاحظ بقاء الصورة الآن أكثر من المرة الأولى ترجمة نانسي قنقر